وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو على المعاندين والحربيين وهكذا في القرآن قاتلهم الله لعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وغضب الله عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين لعنهم الله وغضب الله عليهم قال حدثنا قتيبة ابن سعيد أبو رجاء البغلاني الثقفي قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا أيوب ابن أبي تميمة السختياني عن ابن أبي مليكة ما اسمه صلاح من زهير قال عن عائشة رضي الله عنها أن اليهود أتوا أتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا السام عليك قال وعليكم فقالت عائشة السام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف وإياك والعنف والفحش قالت أولم تسمع ما قالوا قال أولم تسمعي ما قلت رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في أي في صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم يلحنون في القول فبدلا من أن يقول السلام عليكم يقول أحدهم السام والسام هو الموت فلما سمعت أمنا عائشة رضي الله عنها هذه الكلمة السام عليكم أي الموت ردت بقوة فقالت السام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم النبي قال مهلا أي لا تستعجلي عليك بالرفق والرفق لا يكون في شيء إلا زانا ولا ينزع من شيء إلا شانا فهي تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع قولهم فأخبرها بأنه سمع ورد قال وعليكم ثم قال يستجاب لنا فيهم لأننا على الحق ولا يستجاب لهم فينا قال الحافظ رحمه الله ولمسلم من حديث جابر وإنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا ولأحمد من طريق محمد بن الأشعث عن عائشة في نحو حديث الباب فقال مه إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش قالوا قولا فرددناه عليهم فلم يضرنا شيء ولزمهم إلى يوم القيامة قال وفيه بيان الاختلاف نعم ثم قال ويستفاد من أن الداعي إذا كان ظالما على من دعا عليه لا يستجاب دعاؤه ويؤيده قوله تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وقوله هنا وإياك والعنف هو ضد الرفق وهذا الشعب الملعون الذي يدعي أنه يعني ابن الله وأنه حبيب الله عاث في الأرض فسادا وما يحدث في بلاد الشام وفي فلسطين هذا أكبر شاهد عاثوا فسادا وقتلوا وسفكوا ودمروا وانتهكوا نسأل الله جل وعلا أن يرد بأسهم وأن يكف شرهم ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين عليهم إلهنا بارك الله فيكم